أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي راني المشاط أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تعمل على تحقيق التنمية المتكاملة في قرى الريف المصري وتعتمد بنسبة كبيرة على المتطوعين من منظمات المجتمع المدني وهو ما يعكس أهمية دور الشباب في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية وخلال مشاركتها مع مسؤولي منظمة الأمم المتحدة خلال فعاليات المؤتمر الكشفي العالمي الذي يعقد في القاهرة في دورته الثلاثة والأربعين بمشاركة ممثلي أكثر من 176 دولة أن مصر تتحدث بصوت قارة إفريقيا مشيرا إلى أن الشباب يعد أكبر أصول القارة وتمكنهم ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة أشارت إلى أن المبادرة التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها بالتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين والتي من بينها مبادرة شباب بلد النسخة الوطنية من المبادرة الأممية بلا حدود والتي يشارك في تنفيذها الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية والشباب لتنفيذ العديد من البرامج التي ترفع وعي الشباب ومهاراتهم ترجمة نانسي قنقر